لدى استقبال سموه الكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة أكد صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن أولوياتنا مشتركة مع العالم بأن يعمى الأمن والاستقرار والسلام وأن يكون التفاهم اللغة السائدة مشيرا سموه إلى أن العلاقات البحرينية البريطانية فريدة من حيث عمقها التاريخي وأمدها البعيد وأكد سموه أن الشاركة والتحالف بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تمثل أحد ركائز ضمان أمن واستقرار المنطقة منويا سموه بدور المملكة المتحدة وإسهاماتها في حفظ الأمن ومساندة جهود ترسيخ عالم يسوده السلام والاستقرار من خلال مشاركتها الفاعلة في التحالفات العسكرية والأمنية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية وفي مقدمتها الإرهاب وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم الفريق جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والذي يزور مملكة البحرين حاليا وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق روابط الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وما يجمعهما من رؤى وأفكار مشتركة تجاه ضرورة العمل في إطار جماعي لمواجهة مختلف التحديات العالمية وأعرب سموه عن ارتياحه لتنام وتطور روابط الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في شتى المجالات وما تتميز به العلاقات بين البلدين الصديقين من مستوى رفيع من التنسيق والتفاهم والعمل الجاد لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية حيث أكد السمو أن مواجهة التحديات الأمنية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص تحتاج لبناء وتعزيز شراكات أمنية قوية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار من جانبه عبر الفريق جون لوريمار كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة عن تقدير بلاده لدور مملكة البحرين في مساندة جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مشيدا بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد تطوير آفاق التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين تطوير آفاق التعاون المتحدة تطوير آفاق التعاون المتحدة